سيئتم موحبين إلى تظاهرة للمطالبة بحقوقهم تنظيم اللعب ككل إعادة تنظيم هذه النوادي لتصبح كشركات مملوكة بأسهم مع احترافية اللعب ووضع نظام احترافي ممتاز الفكرة بس بدأت تلحق بعضها كلها ما فيك تجي تقوني وضع اللاعب بالإطالة عبتتفضل فيه عبترحوا كابتن زياد وما تكون مقوني إطالة اللعب ككل يعني اليوم مني وجر الدور أنا بصراحة كل سنة بحط مبلغ معين مثل زملائي بالإدارة نحن اليوم كمان زياد تحط علينا عباء بدون ما يكون لدينا مقابل على الأقل مضمون بهذا الإطار لا نحن ولا بفتكر غيرنا رح يقبل يفوت فيها بهالشكل المنفصل فكرة الصمد لا تزال عفوية وبحاجة إلى تصويب المصار على صعيد التوجه للجهة المناسبة فالقطاع الرياضي في لبنان لا يزال يسير بطريقة يغيب عنها التخطيط هذا ما تؤكده معظم الأندية الرياضية التي لا تمانع أن يشملها قانون الضمان الاجتماعي على الرغم من صعوبته إذا صار في التكامل بهذا الموضوع من ناحية الاتحاد والوزارة والمرجعيات المعنية بهذا الموضوع يفترض أنه توصل لنتيجه هذه الأندية هي تبقى بتعالج هذه الموضوع كون اللاعبين بنتمو إلى ووزار شاب الرياضة ما إلى شأن بتصور به الموضوع والاتحاد طبعا هو راعي الأندية بس ما له علاقة مباشرة هاي علاقة اللاعب مع النادي وبرجع بقول لك وبكرر أنا بتصور ما في نادي بالموضوع الطبابي إلا ما بيساعد اللاعب يبحث اللاعبون اللبنانيون عن لقمة عيشهم وضمان مستقبل عائلتهم ليصل بعضهم إلى ماليزيا والهند والعديد من الدول البعيدة هربا من فقر الكرة المستديرة في بلاد الأرز لعب كرة القدم يعطي من يعطيه فإذا أرادت الأندية الرياضية التطور والتقدم فعليها تأمين كافة احتياجات رواد هذه اللعبة حمد لباني العربية بيروت